إذن نتحول إلى صحيفة اليوم التالي وفيها نقرأ المهدي يطلب من بريطانيا عقد مؤتمر حول الأزمة السودانية طلب زعيم حزب الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان من مسؤولة بريطانية رفيعة أن تدعم لندن عقد مؤتمر دولي لمخاطبة الأزمة السودانية عبر تطبيق خارطة الطريق الأفريقية الموقعة في آدس أبوبا العام 2016 ودع المهدي بريطانيا أثناء اجتماعه مع وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية هارييت بولدوين بحضور المبعوث البريطاني لدى السودان وجنوب سودان كريستروت دعا إلى دعم عقد مؤتمر دولي لمخاطبة الأزمة السودانية من خلال تطبيق خارطة الطريق بصورة فعالة وشدد المهدي على أن السلام والديمقراطية والعدالة ضرورية للاستقرار يعني دكتور هذا الحديث لسيد الصادق المالي هل يمكن أن يعتبر بمثابة التدويل للقضية السودانية مجددا بعد ميادين الأدس أبوبا والدوحة وبرلين مؤخرا هل يبدو الأمر بمثابة التدويل للقضية السودانية أنا رأي الشخصي أن قصة السيادة دي حصلت فيها كثير من الميوع في الدول وأصبحت الآن سودان عندك مبعوث بريطاني عندك مبعوث فرنسي موجودة الآن في الخرطوم عنده اجتمام بعد شوية عندك مبعوث أمريكي يعني قصة السيادة الشديدة بتاعت الدولة موافقة موجودة الدولة تناقش غضايا في إطار إقليمة في إطار مجتمع الدولي بتاعها جزء منها هذه المفاتيح المؤسسات الزيدية ما بتقدم لك أنت حلول بتقدم لك المخترحات بتقدم لك مساعدات بتقدم لك طمانات بحيث أن يكون عندك إذا حصل كده وكده فتكرمها أن التدقل أو وجودة أو النقاشات بتاعاتها أو تداولات لا يعتبر تدقل في شان الداخلي لأن تدقل في شان الداخلي اتخاذ الغرار في مسار الحياة السياسية عندك والاقتصادية أنت الآن دول بتناقش مخترحات عام من منغشات كلية منغشات كده لكن أن كنت أتوقع من الإمام الصادق المهدي يبني على التراكمات السياسية بتاعته لأن الصادق المهدي عنده تجربة في حوار وطني الصادق المهدي كان جزء منه وبدأ في بدايات وعنده خيارات كثيرة كان ممكن تكون جزء من الحوار بتاعنا الخرطوم بريطانيا ذات جزء من الشراكة السياسية في سودان في حوار استراتيجي بين الخرطوم وبين لندن مضى مستويات متقدمة في الحوارات السياسية بتاعها ممكن يكون جزء من الشراكة السياسية أنه الناس تمضي للأمام في وضع الحلول بدل أنه تعود تاني عشان تيجي تناقش وتعمل موطنة وتعمل أزيوة يعني بالإشارة للحوار الوطني البعض يرى أنه كان تجاها جيدا وموفقا للحكومة في حل المشكلات الداخلية البعض اختلف مع ذلك باعتباره لم يكن نزيها بالخدر الكافي بكل ذلك لماذا لا تتم حل المشكلات الداخلية دكتور برأيك بواسطة الأطراف المتنازعة بلا وسطة كيف تقيم؟ المواطنة الحوار الوطني كانت جزء منه أنه تم الحوار بدون موسطة لكن القدرة أحيانا على التوافق السياسي بيكون فيها نوع من التنافس والتنافس السياسي مرات بيمضي أبدا أبعد من بعد التنافس السياسي لأنه يكون فيه حالة من الاستقطاب هذا جزء من الاستقطاب أنت مش تستقطب الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستقطب بريطانيا ولا تستقطب فرنسا بيكون جزء من الحدة تحت الصراع السياسي بتاعنا والدولة السودانية في كثير من الأوقات كان عليها تحديات كثيرة ممكن تقول عليها مؤامرات ممكن تقول عليها مواقف ممكن تقول عليها محاول الهيئة ممكن تقول عليها أي سمات لأنه جزء من الصراع كان هو وقضية جنوب السودان ووضع جنوب السودان لحد الجنوب السودان ما انفصل فأصبحت جزء رهينة لهذه الصراعات والاستقطباتها الحادل فيها فبالتالي بتأثر على البيئة الداخلية حتى الأحزاب بتاعنا لما انتشكلت كانت تشكلت بالوحدة مع مصر أو ضد مصر حزبة الأممة ضد الوحدة مع مصر الحزب الاتحادي مع الوحدة مع مصر فالتباطات الخارجية كانت موجودة وستظل موجودة في الواقع السياسي كلما نحن خلينا القضية بتاعتنا الهم الوطني بتاعنا هو الهم الوطني قضية هو القضية بتاعتنا بيكون من الأيسر لنا أن نصل لحلول كلما بيقيت عندنا ارتباطات خارجية أي كان شكلها سواء كان فكرة أو اتجاه ويكون مؤثر على الحياة سياسية يعني المهدي عرف عنه أنه ميال لحل العزمة السودانية داخليا برايك ما الذي استجد الآن ويجعله يتجه إلى القضاء افتكر انه ضيق حدود المناور السياسية بتاعته لانه بعد ما عمل اتفاقه مع نداء السودان اصبحت حدود المناور بتاعته محدود لانك انت المهدي كان بيطرحه عموم بيطرح حزب الأمة حزب الأمة كمشروع قومي ويطرح المهدي نفسه كشخصية غموم شخصية دولية وهو شخصية غموم شخصية دولية لكن لما ينحاز لفئة سياسية معينة ومجمع سياسية معينة بيكون ضيق على الخيالات السياسية بتاعته بيكون الخيالات السياسية خيالات المناورة بتاعته محدودة اكتر من انه تتسع لانه يكون المضايات تحت أكبر يعني دكتور الحكومة متهمة بعدم تقديم التنازلات المطلوبة للتوصم الى تسويات ثلاثة ما وانها عاجزة عن اجتذاب المهدي بشخصيته الوفاقية انا افتكر انه حكومة عايزة افتكر انه كان مفترض انه الامام الصادم مهدي ما يتخذ ما يخذ في موقع يكون خياره انه يلجأ لنزاء سودان افتكر انه كان ممكن يتم تقديم على الاقل بيفتح نوافزه لانه الامام الصادم مهدي لما منع من دخول مصر كان مواجه بانه اذا جاء الخرطوم بيكون عليه اتهامات افتكر انه يعني كان على الاقل في وقت زي دا او في وقت قبل دا يكون في مقترح من الحكومة على الاقل يتم رفع او القاء البلاقات المفتوحة اشتركوا في القناة